مشاهدينا في المملكة العربية السعودية السلام عليكم ورحمة الله إليكم الأحوال الجوية المتوقعة ليوم غد الأحد يوم غد الأحد نتوقع أن تكون الأجواء غير مستقرة في المناطق الجنوبية الغربية والغربية والشمالية الغربية أيضا وهنا غيوم من نوع الركام المزني ينتج عنها سقوط زخات رادية من المطر وهذه الزخات أيضا مصحوبة برياح حابطة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بالإضافة إلى نشاط رياح البوارح يؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية وبشكل عام فإن معظم مناطق المملكة بتكون الأجواء فيها حارة يعني بتكون في المناطق الوسطى والغربية وبعض المناطق الشمالية والجنوبية درجة الحرارة بحدود الأربعين أعلى درجتين أو أقل درجتين هذه هي الأحوال الجوية المتوقعة نتمنى الجميع السلامة شكرا للمتابعة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر